اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان من النشاطات اللي عملها جيدة اني اخرج من النادي وجي للكوليد الطب اعتبار اني كانت فهمة مناضلات من النسويات داخل الجامعة كان هذي كان لقائي الاول بالحركة النسوية وبعد عملنا لجنة سميناها لجنة المرأة الوعية اللجنة هذي مشيت احتفلت بالويمارس في الكمبوسبور لا اكتبا افيدان لخاطر وقتها كان الاحتفال بثمانية مارس يعرضنا للضغوطات من ناس الكل يعرضنا للضغوطات من النظام اللي ما اعترفش بثمانية مارس عنا كانت لطشعوت يعرضنا الضغوطات من الحركة الاسلامية وقتها اللي تعرض الاحتفالات هذي المستورد ومتاع الغرب ومتاع الواحد ومتاع النساء اللي ترفيس يقولوا وتعرضنا زادة للضغوطات من طرف اليسار اللي ما كانتش اعترفه بالحركة النسوية المستقلة باعتبار انه هو تقسيم للطبقة العاملة وهذي البرومي كونتاكت لكن في نفس الوقت كان فاما دوتخو كونتاكت يبدأ ما مع الاتحاد العام للطلب الدونس من اجل ثمانتاش الخارق للعادة والفهم الكامل للواقع السياسي بروغرسيف ما معناتها من الجامعة بعد دوا ما تخرجت وبديت دون كل تحق تيما ديات ما بالاتحاد العام تنسي للشغل 1989-1910 وقتها بعد لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة توقفت في 1985 معتها بعد خدمة مدة توجد في اللجنة اللي حاول تترجع لجنة المرأة العاملة واللي على اثرها وقع تقنين وجود لجنة المرأة العاملة داخل الاتحاد العام تنسي للشغل في مؤتمر جربا كنت نفك المجموعة النسائية لخدمة حول المسي اللي هيبي ودايور وقتها ترحنا لمسألة الكوتاء اللي تفكرها أني حبينا ندزو أني كن فامها كوتاء ومتقبلتش عشرين عام بعدها اليوم باش وصلنا للكوتاء الفكرة أني كنت تعمل تنييز إيجابي اللي فيت النساء كانت مرفوضة تماماً من طرف اليميني والإيسار وكل الواحدة كنا نحكيوها على تمثيل نسبي للنساء وتمثيلية معنتها من ديسكيميناسيون بوزيتيف كان فاما إشكالية وترفضت سعيدة إني في 2017 وصلنا لها كنا ربحنا برشا وقت كنا عملناها أنت نخرط في الجامعية في نهارة اللي تأسط الجامعية بصفة رسمية في قوت 1989 دونك ستة قوت 1989 تحصلت جامعية تونسية النساء ديمقراطية على بلد ترخيص على رخصة القانونية وجوشت بعدها عملت معنتها يوم مفتوح اللي نخرط في نهارة ذاك للجامعية أنا أعتقدش أني ما كانت شفاها مالسيدام مع الحركة النسائية المستقلة كانت شفاها مالسيدام مع كل أكلام حول حقوق النساء لكن مع الحركة النسائية المستقلة من اللول معنتها ما كانت شفاها قبول لماذا حركة النسائية مستقلة مدام الدولة متحملة هي تتكلم وحنا حكينا برشا على الحركة النسائية حكرت على نساوية الدولة يعني هي الدولة في تونس من البداية مع بروجيبة كانت هي هي اللي متكلمة على حقوق النساء وتواصل لديك حتى في عاد بن علي وكانت في عاد بن علي ولدت الفيترين ديموكراتيك للبلاد التونسية يسأل على الحريات يقول حرية حقوق النسائية وحرية النسائية دونك حركة نسائية مستقلة تجي تقول راهو ما فماش مساوية حقيقية وتزيد نانس الموت تقول راهو ما فماش مساوية حقيقية تقول راهو ما فماش مواطنة فعلي على خطر احنا كحركة نساوية وحاس باعتقدي من اهم الحاجات اللي تتوجدت معنتها ولي من خصايص متاحة بالاضافة لاستقلاليتها على السلطة حركة نساوية كانت عندها قراءة للواقع الذكوري للمجتمع التونسي لواقع التمييز في تونس مجالة الحوال الشخصية صحيح جابت برشها لإنساء التونسيات لكنها مجالة الحوال الشخصية محفوفة بالنقايص وفيها العديد من المظاهر متاع التمييز والواقع كان فما هو ما بين القانون والواقع الحركة النساوية جات بش تقول راهو مشاكل كبيرة في مجال حقوق النساء في مجال المساوية في مجال التمييز لكن ربطته ارتباط كلي بالحريات بالديمقراطية راهو ما فماش ممارسة للمساوية إذا كان مانت مكش مواطنة والمواطنة تتطلب الديمقراطية تتطلب الحريات تتطلب باقي الحقوق أيضا تتطلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندها كله هو كل مترابط ونحن دي ما نقولوها راهو النساوية هي عندها ستا فنومين ترانسفرسال يدونك يشق كل شيء كيف نكون النساوية راني عندي قراءة كاملة للواقع التمييزي ما بين النساء والرجال لكن عندي قراءة عندها واقع الحريات في البلاد كيف يفيد تنظيم الحياة السياسية في البلاد كيف يفيد توزيع ثروات في الإطار الخاصي والعام نحن دون كذي الكلو متداخل وجو بانس اني على الأقل داخل الجامعية تونسية نسية الديمقراطية لكن في باقي الأطر النساوية كو سوى داخل الاتحاد اللي عام تونسي الشغل داخل الرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الانسين وإلى الجامعيات الأخرى نساوية وإساسا الجامعية التونسية من أجل البحث حول التنمية اللي هي كانت فما ما بين المطالب الخصوصية والمطالب معنتها العامة حول الحريات وحول الديمقراطية وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهذا كان يخلى معنتها أني في البداية هي انوتونومي معنتها هي استقلالية على السلطة باعتبار أني فمع قراءة أن السلطة كانت عاجزة على الحشتين عاجزة على أنها تحقق المساوية فعليا وأنني عاجزة جدا أني توفر الديمقراطية والحريات تلخص في الآخر فترة البرجيبية وتكون نادي الثقافية تهر الحديد وبعد بروز الحركات الإسلامية والدعوة للريفيرندوم حول مجالة الحوالي الشخصية تونك الحقوق ما هيش ما هيش مضمونة تنجم في أي وقت يقع التعراجع فيها وزيد فما معنتها ما فهمش ديمقراطية وما فهمش خطر رحنا دي مرة نقوله الديمقراطية في الفضاء العام مرتبطة برشا بالديمقراطية في الفضاء الخاص الفضاء العام والفضاء الخاص مترابطين إذا ما عندكش ديمقراطية في الفضاء العام وما عندكش ديمقراطية في الفضاء الخاص وكيف كيف زيدا إذا كان ما فهمش علاقات متساوية ومترابطة داخل الفضاء العام هو بش نعكس على الفضاء الخاص ينعكس على الفضاء العام دونك الترابط ما بين الفضائين حاولنا نبرزوه كحركة نسوية ما كانش دي مساهل سعف يساقنا روحنا بتصادم تخلقنا بصفة رسمية عام تسعة وثمانين لكن التصادم بداي بسرعة بداي نحكي على العنف المسالة على النساء اللي اشتغلت عليه الجامعية تونسية نسا ديمقراطية برشا في إتار معناتها مرافقت وحماية النساء ضحايا العنف نلقا ورواحنا دي ما فيه تصادم مع الدولة معناتها التصادم ما يصيرش بركة وقت لتدفع الحريات حتى كيف ترافق مراعة ضحية عنف تلقى روح تتصادم مع أجهزة الدولة اللي هي اللي هي ديمقراطية واللي هي ما تحترمش حقوق الإنسان واللي هي ما تحرمش حقوق معناتها الإنسان بصفة عامة مثلا نتفكر أني عام عام واحد وتسعين لما أطلقنا الحملة من أجل معناتها ضد العنف ومصلت على النساء قلنا العنف نقمة وسكة مذرة وعملنا ينافيش وبدنا نحكيه على العنف وإحنا عليش حبينا نحكيه على العنف هو موجود في المثاق متاعنا لكن من أول ما تبعثت الجمعية توجهت أن طفلة ضحية عنف ضحية اختصاب عمرها 13 عام ردت فعل عائلتها كانت معبوها كانت ردها هي وامها باعتبار أني شرف العيلة مدام البنية وقع اختصابها في الشارع ومدون أن يكون مسؤولة على حد شي إلهية لأمها وقع طردها ومؤسسات الدولة ما كانتش حامية لها لا البوليسية استمعها بشفة معنتها تحترمها ولا وفروها الحماية ولا القضاء وفرها الحماية ولكن فما ما أماكن فينا نجم تقعد لما حاولنا نهتموا بالمثال هذي نلقاوا أن الدولة لا توفر أي حماية ولا تحترم حقوق الإنسانية للنساء اللي نجم يتعرضوا للعنف دون كفا أطلقنا الحملة كانت إميديات ما معنتها لا فيش متعنا أني وقع معنتها إيقافها في الداخلية وفرها وقفة قالوا لا معناش عنف في البلاد هذي وكانوا خايفين وقتها أن العنف كانت بدأت لحملات متاع الإيقافات وتعنيف الدولة للمواطنين إذن كنت جمعية من المجتمع المدني تحكي على العنف وكأني تفكر زيتا بيواقع القمع اللي موجود قالوا إحنا معناش عنف ونحاول نلافيش بندان دولنجم وبعد بسيف حاصيلوا بضغط كبير باش نجمنا أن نتحصلوا على فيش متاعنا وقتها وعملنا الحملة اللولة حاول المسألة لكن دي ما ولو نجمنا نعملوا الحملة هذية وفهمنا وقتها ويقع العنف المتفشي في البلاد على خطر عنف كبير المسألة على النساء ولي كان فريمون يترجم معنى واقع الهيمنة على النساء على عكس ما تقولوا الدولة وعكس ما يقولوا الخطاب الرسمي عام 1993 عملنا ندوة دولية حاول العنف المسألة على النساء لزا كنتم تعمل ندوة دولية 14 عام قعدوا في الداخلية الكتاب قعد 14 عام في الداخلية تقول انتي عليش كتاب حاول العنف المسلط على النساء الداخلية تأخذ وتعتبر خطر على الأمن القومي مدام انتي تتناحية وتخبيه وما تخليش معنتها ان جوهر مشروعنا كان جمعية تونسية لنساء الديمقراطية هو يعارض الحكومة ويعارض معنى خيارات الدولة التونسية وقتها اللي هي كانت خيارات في الظاهر مع حقوق النساء لكن في الواقع الملموس ما تحترمش الحقوق النساء وما تخليش جمعية تتكلم على العنف تتكلم على مؤسسات الدولة اللي هي ما يش قايمة بواجبها اللي فيها محسوبية اللي فيها رسوة اللي فيها قهر للمواطن كي تتكلم عليها تولي مستهدف كجمعية معنى هما ينقلوا في البلاد لكن مش بس نقلوا الخطابة متاعنا مش في بالهم النجم ونكونوا كان قاعد يحاول يستغل مسألة النساء في المحافل الدولية لكن احنا جينا باش نقولوا ليه مش صحيح صحيح كان عنا العديد من المكاسب نسبتين للدول الأخرى لكن ما عناش المساوات بعد يسرع المساوات وجينا باش نقولوا راه المساوات مش ممكن تتحقق في ظل الدكتاتورية وفي ظل القمع وراه الفضاء العام والخاص مرتبط العديد من التغييرات اللي تصير وعلى هذي كانت الانتظار مع الاتق ويعتقد أنها من بداية التسعينات واللي هي بداية وجه الدكتاتورية واللي أوضح بصفة واضحة حملية القمع وقتها اللي طالت الإسلاميين وطالت اليسار وطالت كل من الدخلين كل من يجرؤ أن يقول لحلفهم وقتها بداية ومن وقتها معناتها الوتونومي ولد هي معارضة معادتش استقلالية ولد معارضة على أساس التمسك بال معنتها حقوق النساء بالمساوات بعدم التمييز والتمسك بحقوق الانسان بصفة عامة جهنا جميع نواع النساء في مركز الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف اللي هو مركز حاليناه عام 1993 بصفة رسمية واللي يقبل أكثر من 3500 حالة وتوعنا أقرابة 40000 كيف نشوفه معناتها المركز اللي حلت في الجهات أنواع العنف الكل شفناها العنف الجسدي العنف الجنسي العنف الاقتصادي لكن لبارتكولار تونيزيان وقتها على أساس نعيشه في ظل الدكتاتورية أننا أضفنا على أنواع العنف المتداول الحديث عليهم هو العنف السياسي باعتبار أني جاءنا العديد من الحالات متاع العنف السياسي أنواع النساء النساء كل معناتها النساء اللي من الطبقات ضعيفة النساء اللي من الطبقات العالية النساء المتسيسات المتسيسات اللي لابسها الخمار اللي مش لابسها الخمار اللي لابسها معناتها منفكرني عدد كبير لابس الخمار دير خطر الفئة الشعبية ممكن كانت تحتاج أكثر للمرافقة والمساعدة والمحامية وش كوني عاونها باش تاخد سرتيفيكة ميديكال وش كوني عاونها دونك كانت ممثلة بشكل كبير دونك هدومي كل النساء رفقناهم وكيف رفقناهم معناتها هما نفسهم زادت كانوا يتعرضوا العنف باعتبارهم منهم ملتجئوا مرات الجامعية ونساء النساء الدموقراطيات مرات يتوقفوا في الثنية ما يخلوهم شطلعوا مرات يقولوا مش مهزكم لنساء هذوكم لكن برشا منهم أغلبهم نجو منقول أن هما كانوا يعرفوا القيمة الحقيقية معناتها لمركز من هكيكة ولقيمة الجامعية في مساندة في مساندة النساء نرجع شوية على العنف السياسي العنف السياسي اللي رفقنا فيه نساء رفقنا كيف تأنواع العنف السياسي والعنف السياسي ما يتعرضو كالناشطات سياسيات يتعرضو للمواطنيات بصفة عامة اللي تمشي طالب بحقها في مركز سورطة تكلطريحها واللي تمشي للقضاء وما تسمعش على أنه هو عنف مؤسسي يتميرس من طرف في المؤسسة المؤسسة التربوية كانت تتعنف باعتبار فما معنتها تحرش جنسي معنت فهم العديد المؤسسات كانت هي أيضا تعنف لكن الجهاز البوليسي هو كان الاشكال الاشكال الكبير واللي كانت فهمها العديد من الحالات منتع منع العديد من أنواع المنع العنف السياسي شمل معنتها الجامعية بكلها كانت مستهدفة لكن مناضلات الجامعية كانوا مستهدفات وزادة نساء اللي كانوا يتوجهوا للجامعية من غير ما يكونوا مناضلات داخل الجامعية هما زادة كانوا مستهدفات تعبيرات متاع للسيدامات كانت تواجد البوليسي معنتها الجامعية كانت ديما متوقعة الجامعية ما كانتش عندها حقوق إنها تجتمع في الفضائط العامة ما كانتش عندها حتى تواجد في الإعلام ما كانتش عندها معنتها أي إمكانية للعمل لحادي يعني مناضلاتها تليفونتهم سوزي كوت الجامعية بدأ سوزي كوت لإنترنت أغلبية الوقت مقطوع التليفون كيف كيف فما التذيق فما مرات كل هرسلة كل يوم كل يوم ما فماش حاجة من حقوقك تمارسها بصفة طبيعية كل حاجة باش تتحصل عليها يلزمك يلزمك تتخنق باش نجم تحصل عليها باش نجم باش نجم تتكلم في التليفون اللي هو الحاجة البلوز افيدانت معناتها انك انتي تليفونك أغلبية الوقت هم يتقص ولا ديما معك شكون اني حياتك الخاصة ديما منشورة انك انتي يقع استهدافنا أخلاقيا وإحنا كنسات عرفوا لي اني ديما معناتها الهجوم على المناضلات ولا على الناشطات ولا حتى على النساء اللي يحاولوا يدافع لحقوقهم بصفة عامة هو هجوم أخلاقي هو هجوم ذو طبيعة جنسية انتي بيك انتي عليك وانتي مرة وصلنا كتبنا بيانة قلنالهم يحبوا دخولون امتوا معها احنا هكيك احنا هكيك احنا هكيك اذا كان تعتبروا لي دفعوا على حقوق النساء راهوا راهوا موشبهي رأمل احنا هكيك اذا كان تعتبروا اللي يقول كلمة حق موشبهي احنا هكيك اللي رافق النساء ضحايا العنف ويضطامنا معهم هو موش بيهي راهوا بيش تخوفونا ولا بيش توخرونا لتالي راه لا مجال معناتها تول نجم نحكي عليه بأرياحية لكن وقت اللي واحد يعيشه نجم نقول راه ما كانتش حاجة سهلة أما بالحق معناتها نسيه وبرشة رجال نسيه ورجال كنوا في تونس معناتها قاوموا وذولي نجمنا نقاوموا جديدة خطر كنفهم تضامن حلوم بنيتنا معناتها كانت فهمة العديد من حد يتمس نس كل تقوم نس كل تتحرك فهمة تضامن هنا فهمة تضامن في الخارج وكان فهمة إيمان بالقضية ومازال اليوم موجود إيمان بالقضية هذه خطر نحكي عليه كينو في الماضي بركرة ومازال متواصل اليوم والنظال مستمر معناتها مازالنا فهمة برشة حاجات اللي في مجال حقوق النساء والمساوات مازالنا نضلوا عليها وفي مجال الحريات جدا في مجال التعذيب في مجال الفساد مازال ما عندها مازال المشوار مازال أما فهمة حاجات اللي كانت في الحياة اليومية هذيك كل هرسلة اليومية هذيك هي اللي كل شي را هو في خدمتك في التدرج المهني في كونكورش تعدي في حياة أي حاجة أي حاجة في باسبورش تأخذ وفي ورقة بيش تأخذها في إدارة في بورس في أي حاجة را هو تلقى العرق حياتنا ما كانت سهلة معناتها نعرف أني مرات فهمة كانت لحظات كانت يسر سعيبة على خاطر السلطة هذي كانت ما تحشمش معناتها ما تحشمش لا تحترم الموت لا تحترم المرض لا تحترم الصغير لا تحترم الكبير معناتها كانت فهمة لحظات يسر مش لحظات هي عوام عوام معناتها كانت عوام صعيبة الحق صعيبة معناتها أن جميع أنواع التضييقات معناتها من 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 حياتك اليومية من حياتك العائلية من صغارك وقت اللي من سولك حد من صغارك تقف تقف وقت اللي ما يحترموكش في لحظات ضعف في لحظات مرض في لحظات معناتها العكس شميتة معناتها كاني مرات شميتة وقت اللي انت في معناتها ممان دفيوني غابيليتي كما اللي يحاول يعفس ويتعدى معناتها بو كيما كل برشة مناضلين أنا ما تحطيتش في الحبس لكن كنت في حبس كبير كنت هزيت القفة من الحبس ومرمدوني في هكيكة وكسروا لي كرها بتي سرقوني مرمدوني في توقولي داري منعوني باش ندخل منعوني باش نخرج هرسوا صغاري ما خلوش الصحابي يدخلوا وضربوا صحابي لي نجموا يحاطوا يدخلوا الدار زوجي وقتها تعرضها كان عندها تتلاصم قضية كان في السجن العائلة كلها كانت مهرس لها معناتها حياة صعبة صعبة بالإضافة للضرب للتسبة للإيهانة للوحدة معناتها للمناضلين والمناضلات في تونس الكل اللي يعرفوا دكوة دكوة يلساجية ما مرات مرات يمشوا يمشوا القدم برشة اهتمام جمعية تونسية الديمقراطية بالشأن العام غير الشأن الخاص النسوي هو راهو معناتها كان على طول موجود لكن ديما الشأن العام نحاولو نوري وفيه خصوصية وضع النساء على خطر ديما يتنسى ديما يتنسى خصوصية وضع النساء خصوصية المناضلات اللي اليوم ما يتذكروش خصوصية العمل النسوي داخل النقبة داخل الفضائط الديمقراطية الكل ذاك الكل يتنسى خصوصية المواطنات اللي قاروحوا من كونفرنتشان مع الدولة ما يتنسى فما جانب مثلا ديما ننسى وباش ما نحكوش عليه في نضالات النسوية هي التضامن اللي كان والمرافقة النضالات العملية والنضالات اللي قاموا بها نساء من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالخص من بداية سنوات 2000 كانت فهمة العديد من التحركات النسائية لفريمون هي خلقة ديناميكية كبيرة في الحراك الاجتماعي في بداية سنوات 2000 في المجال بداية وقتها في السكتور متاع التكستيل على إثر الكور ملتيفيبر وقتها تحركت بمئات النساء خلقوا أشكال نضالية جديدة اللي هي أشكال الاعتصامات والعائلات الكلها تتنقل وتمشي للواعد وقتها في الساحل ولا فانتازيا في تونس ولا فوانيس ولا حاجة كان عنا التساق كبير بالتحركات النسائية هذية واللي تواصل مدة سنوات وبعد وقتها فهمة المنتدى النسي الاقتصادي والاستماع التونسي اللي احنا توجدنا فيها الفورم سوسيال تونيزيان وفورم سوسيال مونديال اللي كان فيما توجه كبير وكان تصادى ما ديركت معه مع السلطة وتصادى ما مع ابن علي وكان فيه كل مرة محاولات الاجتماعات تتمنع ويهبط علينا البوليس كالعادة إلى أن مسلنا للنساء الحاوض المنجمي اللي كما نعرفه كان دورهم أساسي ودورهم هام وكان للجامعية تونسية نساء ديمقراطية معنتها دور زادة في النضال بصفة عامة كما قلت نسان دون نضال معنتها التحرك بصفة عامة ونركزه على الخصوصية النساوية خط نعرفه حتى حد ما ومشي تلهبه دونك أول ظهور بيبليك للقادة للحراك في الحاوض المنجمي كان في جماعية تونسية نساء ديمقراطية وقتها استدعينا أني عدنا الحاجي وكان عنا معنتها عمنات واحدة اجتماع علني بيبليك باش نجمه ونقول وراه وفهمة تحرك بديره وغادي وراه وليزم يهتموا بيه وراه وما ينجمش نخليهم وحدهم يلزم التضامن وبعدها عرفنا الانساء وقتها عرفنا الانساء في خضم العركة وراهم هما جوهر جوهر الريزيستانس غاديكا وكان عنا اتصالات كبيرة بالنساء اللي غاديكا عمرنا ما ننساو أني نهار مشين القفصة في المحاكمات وكانوا كنا نتسات وويت 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 ورمشين لاربع متع صباح الكرهبة الوحيدة اللي رجعوها مثنية هي كرهبتنا احنا نساء ديمقراطيات قلنا نمتو ما تمشيوش متو ما روحوا والاستهداف متاعنا بالنسبة اللي نحن بقدر ما فيه من اهنة ومن تضييق على الحريات بقدر ما فيه اعتراف للدور اللي تلعبوا الجامعية ويلعبوه النساء غاديكا ويعرفوا اني في التواصل هذيكا والتضامن هذيكا رأوا فاما قيمة حقيقية لمواصلة النضال إذن كحتيككنا كسواء بالنساء ضحايا العنو في اليجاوة الجامعية واللي اعتبرناهم عن بروماتر اللي قاعد يصير في الدولة في تونس بصفة عامة وإلا بالحراك هذا الاجتماعي والحراك الديمقراطي اللي كنا موجودت فيه سواء كجامعية بصفة مباشرة والانتراض السوسياتيف اللي تخلق وقتها باش نجم يدافع على الحريات في البلاد ومبعضنا كنش نجموشي نقولوا كلمتنا ونواصلوا العديد من مناظرات الجامعية تولدوا في العوادين من مناظر من الاظر الديمقراطية الاظر النقابية الاظر السياسية الاظر اني باش نجمنا نخلقو انديسكوخ انديسكوخ فيمينيست وجو بانس من اهم الحاجات اللي جابتها للحركة نساوية في تونس هي كان عنا خطاب جهز بعد الثورة كان عنا قراءة للقوانين الموجودة كان عنا قراءة للحاجات الإيجابية اللي جابتها الدولة الحديثة ولكن النقايص الكبيرة والارتباط ما بين الخاص والعام الارتباط ما بين الوطني والدولي ما بين الونيفرسال والواحد دونك هذيك القراءة هذي ولي في ساعة في ساعة نعتقد اني نجحنا بعد الثورة باش يكون عنا دستور يحترم حقوق النساء بعد الثورة بعد الثورة اللي ساهمنا نعتبر اننا كنا جزء منها كنا جزء من المسار ملول بكل سواء عبر الحركة الديمقراطية عبر الحركة معناتها الاجتماعية ولا عبر الحركة النساوية والنسائية اللي هي كانت هامة اننا قدرنا ان نكونوا في قلب الثورة في قلب المسار الثوري وكننا معناتها ايامات اللي دوبا ما بديت الحراك في سيدي بوزيت تبعناه ودوبا ما بديت تضمننا معاه وفهم العديد من البيانات اللي كثوا سوادها كالجامعية ولا الاتلاف الجامعيات اللي تعمل في ساعة في ساعة باش يقول ليل بن علي وباش يقول راه ما عندك الحق تعمل هكه ورا هو الحقوق للتحقيل معناتها المطالب الشعبية هذي لكلها مطالب معناتها حقيقية ولا بد من اننا نحقوها وكنا في الشارع وكنا لكن هذي ممنعش اني تري رابيد ما معناتها وقع معناتها تصلت تعلينا هجمة كبيرة راه عام نار تسعة وعشرين جان في دعينا للمسيرة باش ينقولوا راه من نسا في قلب الحدث راه وفات التنسيون انسي راه وكانوا توجودهم كان كبير برشا وكانوا اموتور متاع الثورة من قبل الثورة بمناضلات كما حكينا من قبله يتنساوا برشا المناضلات ويتنساوا برشا اللي سيتويين كي هم باكتسيبه من وقت بن علي وايامات الثورة لكن نهار تسعة وعشرين درجاء بديت البوادر اني راهوا لابتاي ما هيش بش تكون سهلة راهي عركة اخرى من جديد معناتها النفس يجب يكون طويل ورزموه نفس طويل راهو نفس طويل نفس النساء طويل وليعرفوهم اليوم داوم داوم نساء وبرشا رجالي داوم معناتها اما نفس المناضلات في المليو هذا طويل وطويل جدا ومازال متواصل الحركة النساوية مواصلة كي ما قلنا مواصلة من اجل تحقيق المساواة الكاملة اليوم قانوننا مازال دستورنا يعترف بالمساواة لكن القوانين التونسية متعترفش بالمساواة مازال برشا ظلم مازال برشا عنف برشا تمييز وهذا نرفضوه ومواصلة النظال تعرضنا في السابق العديد من التضييقات اليوم نتهمش في بعض المرات نتهاجم في بعض المرات لكن نظرنا متواصل ونجا من اكتلكم نفهم اجيل كبيرة من نساء تونس اللي قادة مواصلة مواصلة النظال من اجل تونس احسن من اجل مواطنة فعلية لتونس الكل ومن اجل معناتها انساء يعيشوا معناتها موساواة كاملة وهذا في صالح تونس الكلر نواصل هذا المحور مع سيدة روضة الغربي وسيد سلاح دين راشد سيقدم روضة الغربي نلتمس من الحضور الكرام التفضل بغلق الهواتف الجوالة التزام الصمت التام عدم التصوير كما نرجو منكم عدم التصفيق شكرا 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 شكرا